سلام حبوبات ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة يوم حباتي جيت نشارك معكم يعني مقشر ومرطب للجسم بمكونات طبيعية ان شاء الله يعني كامل تتوفر عندكم المكونات هذه وتجربوا هذا المقشرين يتموتكم مقشر ومرطب في نفس الوقت للجسم معدى بشرة الوجه لما تدروه لعشاني يصلح الجميع الجسم معدى الوجه نروح المكونات على المقشر تعانى وش نحتاجو فيه نحتاجو فيه ملح ملح عادي اللى نطيبوا به ان يحتاج قرفه هنا الامانهن القرفه خلاصط sinnىى بقاتت لغير هذه المغرفه الصغيره نحتاج مغرفه كبيرة تعقاش قرفه انا هنا القرفه خلاصطoples조 20 معنى بقاتلغر هذه شوية انا فرقتها نحتاج مغرفه صغيرة ت зачем لي باش تعطينا رايحة في المقشر تنى نحتاج لحظة علي بيكم بلي لحظة تبيض وترطب ونحتاج كذلك الشوفين اي الخرطال علي بيكم بلي الشوفين كذلك يعني يرطب وينعم البشرة ويعطيها تبيض يعني وحد لكم لون البشرة انتعكم هنا لفان يعني درتها لجال باش تعطيني رائحة في المقشر تاعي هنا يعني القرفة انتيبيوتيك والملح هو المقشر يعني هذو هما المكونات اللي نحتاجهم يعني خمس مكونات ان شاء الله يعني كاملتكم توفر عندكم هذي المكونات وتجربوا هذا المقشر يعني هذا المقشر يعني هذا المقشر تدخلوا للحمام يصلح الجميع الجسم ما عدا الوجه نروحوا نحضروا مع بعض هنا بركة القرفة يعني مغفاة كبيرة انا قلت لكم القرفة خلاص اللي بقات لغر هذه شوية بكراني درتها هنا تقدروا تديروا كمية كبيرة وتخبوها في علبة ومنعودوا حتى تدو شو تجبدو انا بما اني خلاص للقرفة بقات لشوية ومنعودوا ندير كمية كبيرة ومنعودوا ندير كمية كبيرة يعني هذا المقشر دائما نديره الملح عادي متوفر في الجميع المنازل نضيف هنا لاظاني نضيف يعني هنا العبارة انا قدرت هنا زج مغار في كبار تعمل ندير زج مغار في كبار بتاع لحظة يعني العبارة تمال اللي تتحكموا فيه وش حبيتوا تديروا تديروا انا يعني صراحة ندير كمية كبيرة هناك اعت ما عنديش القرفة برك ما بغتش ندير كمية كبيرة ونضيف كذلك نفس يعني المقدار اللي تديروه ملح ولحظة وتديروه شوفين ديروهم قد بعضهم سواء يعني بالمغرفة الكبيرة ولا فنجال ولا كاس لكم الاختيار ونخلط المكونات مع بعض يعني مكونات كامل نخلطها بهذا الشكل انا نخلط المكونات كامل نعجل لكم هناك بعد ما خلطت المكونات كامل مع بعض هذا هو المقشر التاعي اللي تحصلت عليه يعني نخبيوه فيه في علبة سواء الا درتو كامل كبيرة يعني خبيوه في علبة تكون معقمة وتكون معقمة مثل اغلاق ويعني وخليوه في الدوش وكذو حتى تستعمل ذات الدوش يعني تديروه في علبة وخبيوه يعني عند الاستعمال اعجب دوه برك وخدموه به انا صراحة هذي كامل كامل تكفيني المرة واحدة برك يعني كينا الدوش طول انديرها يعني ما درتش كامل كامل كبيرة يا طريق أق accuracy ندخلوا للحمام شمخوا الجسم التيحكم يعني ابلوه بهذه الطريقة انا البللت اليد انتاعي هذي الطريقاء بذهل gypsm هذو يعني هذا المقشر يعني ت 확진يء كامل على الجسم مع داع الوجه ويعني أو بقاءون تلوه في حركات دائرية انا هنا يريكوا مغاify الليذة التاعي هكذا بذ شكل بهذا الشكل بحركات دائرية المدة عشر دقائق يعني في الجسم التعكم بأكماله هذا يعني بهذا الشكل الان الصورت تكون واضحة هاك وتحقوا بحركات دائرية في الجسم التعكم وبعدgins تخليوه مدة 10 دقائق في الجسم التعكم وبعد�gins تبدو تدوشومux عادي تمنى يعني تكونوا فهمتوا الطريقة ها colorful يعني تبلو الجسم التعكم قبل ما تبدو الاجوي تبلو الجسم التعكم طبقوا على الجسم تاعكم بحركة دائرية في الجسم التعكم بأكماله هذا الشكل وبعد ذلك يعني خليه مدة مدة وبعد ذلك يعني تبدأ وتدوشوا عادي نعلم لكم النتيجة صدقوني يعني هذا المقشر يعني هو مقشر ومرطب في نفس الوقت يعطيكم يعني نعومة للجسم التعكم يعني الاستعمال تستعملوا من تعدوا حين تدوشوا طبقوه يعني يدخلوا معكم للحمام طبقوها على الجسم التعكم ما عدا بشرة الوجه سنعود لكم يعني ما عدا بشرة الوجه نعم ديروه لجسم التعكم باكمله يعني وديروه بحركة دائرية وبعد ذلك يعني كملوا الدوشوا عادي استعمالوا يعني يعني من تعدو حتى الدوشوا باك دخلوا معكم للدوش هذا هي كان هذا هو الفيديو تاقيه تعليم وان شاء الله هنا لاعجابكم اذا كان عجبكم فيديو تاقيه وماتنسوا اجدوش ديرو جيم وبرتجي فيديو من الاصدقاء تعليم باشتعوم الفائدة شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته